العنوان بتاع الخبر وما تستغربوش لانه في حاجات يمكن انا قلت لحضراتكو هنا في هذا البرنامج انه في مفاجآت خلال الايام الجاي الخبر بيقول ايه اردوغان يدعو لفتح قنوات المصلحة مع كافة دول المنطقة وبيقول ليس لدينا عدوات او حسابات غامضة حلو 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 ده اردوغان بيقول ايه يدعو لفتح قنوات المصلحة مع كافة دول المنطقة وبيقول ليس لدينا عدوات او حسابات غامضة طيب الخبر منشور تم ايه رأيكو نسمع نسمع الكلام اللي قاله اردوغان النهاردة وهو بيتكلم قدام الكتلة النيابية لحزب العدلة والتنمية يعني العدلة والتنمية ليهم كتلة برلمانية كتلة نيابية في البرلمان هناك فكان بيتكلم معاهم قال لهم كلام مهم جدا قالك ان احنا سنواصل تفعيل القنوات الدبلوماسية بشكل كبير وفي هذه المرحلة المقبلة في التحرك مع كافة دول المنطقة التي نعتبرها صديقة ونعتبر شعوبها شقيقة وبيقول اردوغان ليس لدينا تحيزات خفية او معلنة او عدوات وحسابات غامضة ضد اي احد وبكل صدق ومودة ندعو الجميع للعمل سوية من اجل بناء مرحلة جديدة في اطار الاستقرار والامان والعدل والمحبة والاحتراف حلو كلام حلو جميل رائع قبل ما اقول لحضراتكم دلالات هذا الكلام ايه انا اتمنى انه انا والله اتمنى مجرد تمنى يعني ان اشوف هذا الفيديو اللي بتكلم فيه اردوغان انه يفتح كل القنوات الدبلوماسية مع الجميع ويمد يده للجميع ويقول احنا ما عندناش عدوات ما عندناش تحيزات مع حد الدول الصديقة وشعوبها الشقيقة كلام اللي انتوا شايفينه ده اتمنى انه هذا الفيديو يزاع في القنوات اللي بتطلع من تركيا يعني نفسي كده انه ايه الاوباش اللي هم فيه هذه القنوات ياخدوا هذا الفيديو اللي اردوغان بتكلم فيه بشكل واضح جدا وبيدعوا مش فيه بشكل واضح جدا للمصالحة مع الجميع يزعوه يزعوه يعني ده اردوغان اللي محتمين فيه واللي قاعدين على اردو راجل بيقول كلامه هو كويس جدا كلام سياسي ودبلوماسي من الدرجة الاول فيه ناس هنا يقولولك الله هو انتوا في الاعلام المصري هتبشروا به الصلح او المد الايادي هقولك اه مصر دولة كبيرة جدا وتعرف كيف تقود الطرف الاخر الى ما تريد وتعرف كيف تفرض شروطها لانه حتى لو الاخ اردوغان جي قالك والله يا جماعة في مصر انا انا غلطان انا اسف انا غلط انا عملت واحد واثنين وثلاثة انا بكفر عن زنبي لن تقبل توبته في اعتقاد لن تقبل توبته الا بشروط واضحة ومحددة انت كنت تهديد لسنوات طويلة جدا لامن واستقرار هذا البلد انت كنت قاوي هؤلاء الذين خانوا البلد وباعوها وحرضوا عليها ودفعوا الناس للتظاهر النهاردة جاي بتتكلم عندك تصور لكن الدول الاخرى اللي انت ازتها عندها تصورات كثيرة جدا كنت على يقين ان هذه اللحظة ستأتي ان هذا الرجل المتعجرف هذا الرجل الذي تطاول على مصر كثيرا على رئيس مصر كثيرا يقف امام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحزبه في البرلمان ويقول احنا بنفتح كل القنوات للتصالح مع كل شعوب مع كل الدول الصديقة والشعوب الشقيقة لا ندمر عداء لاحد هنا ايه بداية ولذلك خلينا منتظرين الايام القادمة ايه اللي ممكن يحصل و ايه اللي ممكن يترتب على الموقف المصري القوي اللي حصل مصر يا جماعة ما بتشتغلش في فراغ ولا من فراغ بالمناسبة